ارتبطت عدن في أذهان اليمنيين كملاذ ومتنفس ولذلك أسموها ثغر اليمن الباسم التي تضحك في أحضان بحر العرب منذ وضعت القيود على أبوابها تم وضع عدن في قفص لا يليق بتاريخها المرتبط بالحرية والجمال منذ انطلاق أول صحيفة وطنية إلى آخر مبخرة عدنية ارتبط حال اليمن بحال عدن وبحسب الدكتور ياسين سعيد نعمان لن يستقم حال اليمن جنوبه وشماله إلى إذا صلح حال عدن عدن هي مربط الفرس في معادلة شديدة التعقيد في الوقت الراهن وهي المعطى الأكثر وضوحا في هذه المعادلة ذات المجاهيل المتحددة على أبواب المدينة اليمنية الرائدة والعاصمة المؤقتة لليمن يتوقف العابرون إليها وتنام النساء والأطفال على الأرصفة وبات النازحون من جحيم حرب الميليشيا يفرون من المنع والقمع في الشمال إلى المنع والقمع في الجنوب ويعدون لياليهم في نقاط التفتيش والطرقات المفارقة في الأمر أن الأذرع المسلحة التي تمنع النازحين في الحديدة من الدخول إلى عدن مرتبطة بأبوظبي ذاتها التي تتولى أمر وعركة الحديدة ضمن التحالف العربي وهو السلوك المتنافي مع القوانين اليمنية والذي رفضته الحكومة اليمنية على لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر متابعون يرون أن هذه التصرفات والضغوط الميدانية التي تمارسها الأذرع المسلحة المرتبطة بأبوظبي في الجنوب تعكس التوتر السياسي بين أبوظبي والحكومة الشرعية على خلفية الأحداث الأخيرة ومعركة الحديدة التي ترى الحكومة أن ثم تتدخلات سافرة لأبوظبي في أمر السيادة اليمنية بما فيها قرار السلم والحرب رأي الشارع في الجنوب تجاه هذه الممارسات لقوات الحزام الأمني وما تسببه من نشر مزاج الكراهية والمناطقية تم التعبير عنه بالرفض والإدانة من قبل نخاب وناشطين جنوبيين في الجهات الرسمية والشعبية وهو بحسب متابعين تصرف يضرب مدنية عدن في صميمها الحضارية